لكي تحل ميليشيات الحجد لابد أن يعمى الأمان في العراق هكذا يشتري طوز عماء الميليشيات مع مرور سبع سنوات على إعلان تأسيس الحجد والذي شكل بفتوى دينية لمقاتلة تنظيم داعش إبان انهيار قوات الجيش الحكومي عام 2014 إذ قالت هيئة ميليشيا الحجد إن المهمة لم تنتهي بعد مهمة لابد أن توجد لها ذرائع ومنها خلق فوضى أمنية لتكون سببا للإبقاء على هذه الميليشيات التي جعلت من العراق دولة خاضعة لإيران وفقا لتقرير صادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية وطوال سبع سنوات مضت حرص زعماء الميليشيات الولائية المرتبطة بالحرص الثوري الإيراني على ترسيخ وجود الميليشيات وفرضها واقع حال على الساحة وجعلها قوى ليست رديفة للأجهزة الأمنية الحكومية فحسب وإنما أكثر عدة وعتادا منها فضلا عن تمرير قوانين تحصن أفرادها من المساءلة على الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وخصصت أيضا نفقات لميليشيات الحجد ضمن الموازنة المالية لعام 2021 تقدر بنحو تريليونين وأربعمائة ألف دينار عراقي أي بما يعادل مخصصات ست وزارات مجتمعة وهو ما سيزيد من القوة الاقتصادية لتلك الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بها على حساب العراق الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة وفقا لمعهد بروكنز للأبحاث ومع تصاعد صراع النفوذ بين واشنطن وطهران فإن إيران استخدمت ميليشيات الحجد ورقة ضغط ضمن ما يطلق عليه بمحور الممانعة لتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة على أهداف أمريكية ومصالح أجنبية كانت منازل المدنيين ساحة لسقوط معظم صواريخها إلا أن الكاظمية لا يجد سوى اللجوء للتصريحات الإعلامية ليدين واستنكر سلوك من يصفهم بالخارجين عن القانون مع علمه بمن هم ومن يقف خلفهم وإن كانت تحمل مسميات غير تلك المدرجة ضمن مسؤوليته رئيسا للحكومة كميليشيا ربع الله التي استباحت بغداد واستعرضت قواتها بعرباتها وأسلحتها أمام أنظار الأجهزة الأمنية التي وقفت عاجزة عن ردعها وفرض سطوة القانون بحسب وكالة فرانس بريس بل وذهبت هذه الميليشيا لأبعد من ذلك لتظهر مجددا من قضاء الديجيال وهي تهدد حكومة الكاظمي وتصفها بالعميلة لأمريكا نحن أنصار ربع الله في قضاء الديجيال نحذر تحذير شديد اللاجه موجها إلى الحكومة وقياداتها العميلة التي تتستر خلف أمريكا وأملائها